موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابع بتوقيت جرينيتش والعشر بتوقيت مكة المكرمة مشاهدين الكرام أهلا بكم في المجازة الذي نقدمه لحضراتكم من القسم العربي بقناة توبا تيفي في مقارها رئيسي بحي كستارة وإلى التفاصيل أهلا بكم في التفاصيل من بينه 956 اختبارا تم إجراؤها عاد 112 إيجابيا للفيروس التاجي أي بمعدل إيجابي قدره 11.7% من ضمنهم وحالة اتصال تخدع للمتابعة و13 حالة من انتقال المجتمع وتتم العناية ب27 حالة خطيرة في وحدات العناية المركزة وتم تسجيل ثلاث وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 أعلن وزير الداخلية السنغالي علي جونجاي خروجه من الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية بالنسبة له جاء ذلك في تغريدة له على حساب تويتر حيث كتب أصدقاء الأعزاء والأقارب والمتعاطفين بعد أن قررت أن أضع نفسي في الأسبوعين الماضيين في الحجر الصحي وفقا للبروتوكول الصحي يسعدني أن أعلن أنه في نهاية يوم السبت قمت بإجراء اختبار كوفيد-19 والذي عاد سلبيا نقلا من موقع ريفي دكار أكدت مصادر مقربة من الوزير السابق في عهد الرئيس عبد الله ود الأستاذ أحمد بامنجاي الأستاذ أحمد بامنجاي عدم إصابته بفيروس كورونا وإنما كان يعاني من حمل مالاريا المزمنة ألزمته دخول المشاشف الرئيسي في دكار ووفقا للمصدر الموثق فإن نتائج فحص الصيد بامنجاي جاءت سلبية مرتين ليتأكد بذلك عدم إصابته بالفيروس وكانت مواقع إخبارية نشرت يوم الخميس خبر إصابة الوزير بالفيروس وحجره في المشتشفى ووضع أفراد أسرته في العرض للصحي صرح وزير الخارجية السنغالي السيد أمد به أن السنغال قلقة للغاية بشأن الوضع الحالي في مالي مؤكدا انخراط السنغال في عملية التفاوض من أجل العودة النهائية للسلام في مالي وأضاف قائلا أننا نشرنا فرقة كبيرة جدا لحفظ السلام في هذا البلد الشقيق ورئيس الجمهورية سيد مكسل يتابع عن كثب الوضع السياسي في مالي ولا سيما الثورة التي يقودها لإمام محمد ديكو الذي يطالب باستقالة رئيس المالي الحالي إبراهيم أبو بكر كيتا ونذهب مع حضراتكم إلى الأخبار الدولية التي تقودنا إلى كل من اليمن السعيدة وبلاد رافدين العراق في أول تصريح له منذ إعلان الإدارة الذاتية جنوب البلاد في إبريل نيسان حص رئيس اليمني عبد الربو منصر هادي السبت الانفصاليين الجنوبيين على إيقاف نزيف الدماء واحترام اتفاق الضيار لتقاسم السلطة في فصل جديد من فصل النزاع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي يمثل حربا داخل الحرب في اليمن وقال هادي الذي انتقل إلى السعودية عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعة أتوجه بالدعوة إلى أبنائي فيما يسمى المجلس الانتقالي للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الضيار أدعوهم لإيقاف نزيف الدم وفي العراق اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليلة الخمس 13 عنصرا من فصل موال لإيران وفي حوزتهم صواريخ معيدة للإطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد وقال مصدر حكومي عراقي إنهم ينتمون إلى فصل كتائب حزب الله الذي تتهمه واشنطن باستهداف جنودها وموظفيها في العراق واستهدف عدد كبير من الهجمات الصاروخية منذ نهاية عام 2019 المنشآت العراقية التي تصطف ديبلوماسيين وجنودا أجانب منها ستة هجمات خلال الأسبوعين الماضيين من هنا وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية الموجزة الذي قدمناه لحضراتكم من القسم العربي بقناة توبا تيفي في مقاضيها الرئيسي بحيكا ستورة وشكرا لكم على حص المتابعة ونشكر الإخوة في الغرفة التقنية الأخ دامجي وشاندوم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة